بسم الله الرحمن الرحيم هذه الآية أيضا تشير إلى سبب آخر من أسباب السقوط وإنحراف بني إسرائيل وهو اتباعهم للهوى وتكذيبهم للرسل ولقد آتينا موسى الكتاب أعطينا التوراة للنبي موسى صلى الله وسلم عليه وقفينا من بعده بالرسل يعني أرسلنا وأتبعنا وأردفنا بعضهم خلف بعض وقفينا من بعده من بعد موسى بالرسل فهناك مجموعة من الرسل جاءت بعد النبي موسى رسول يتبع رسوله وكل هؤلاء الرسل كانوا مأمورين بالعمل بالتوراة على طبق شريعة النبي موسى صلى الله عليه ولكن بعد ذلك نسخت هذه الشريعة حيث أرسل النبي عيسى صلى الله وسلم عليه بشريعة جديدة وبكتاب الإنجيل وآتينا عيسى بن مريم البينات يعني أعطينا النبي عيسى صلى الله عليه البينات البينات جامع بينه أي الدلالة الواضحة والمقصود المعجزات التي أعطيت للنبي عيسى صلى الله عليه من إبراء الأكمة والأبرس وأحياء الموتى ومن البينات كتاب الإنجيل وأيدناه بروح القدس أيدناه يعني قويناه التأييد بمعنى التقوية وقويناه بروح القدس لتدل على نبوته شن روح القدس؟ إما جبرايل حيث قوي النبي عيسى بجبرايل من قبل ولادته حين تمثل لأمه مريم صلى الله عليه إلى حين رفعه الله إلى السماء أو روح القدس روح طاهرة قوية من قبل الله تبارك وتعالى اللي تقوي النبي عيسى صلى الله عليه على التبليغ والإرشاد مع كثرة أعدائه ولكن ماذا فعل اليهود؟ كان أمرهم بين التكذيب والقتل أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم هذا استفهام إنكاري للتوبيخ أفكلما جاءكم أيها اليهود رسول بما لا تهوى أنفسكم جاءكم هذا الرسول بالحكم الذي لا تميلون إليه استكبرتم يعني تكبرتم عن الإطاعة وقبول أحكام الله تعالى ففريقا كذبتم كتكذيب النبي عيسى ورسول الله صلى الله عليه وآله وفريقا تقتلون يعني قتلتموهم كالنبي زكريا ويحيى صلى الله عليهما وفي تأويل هذه الآية ورد عن الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم أنه قال أفكلما جاءكم محمد صلى الله عليه وآله بما لا تهوى أنفسكم بولاية علي عليه السلام استكبرتم ففريقا من آل محمد عليه السلام كذبتم وفريقا تقتلون وفي حديث آخر عن الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك مثل موسى والرسل من بعده وعيسى صلى الله عليه ضرب الله مثلا لأمة محمد صلى الله عليه وآله فقال الله لهم فإن جاءكم محمد بما لا تهوى أنفسكم بموالاة علي استكبرتم ففريقا من آل محمد كذبتم وفريقا تقتلون فذلك تفسيرها في الباطن وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وقالوا يعني قال اليهود للنبي صلى الله عليه وآله وهم يعتذرون عن أعمالهم قالوا قلوبنا غلف غلف جمع أغلف يعني قلوبنا في غطاء وغلاف عن الهداية فنحن لا نفهم ما تقول فلا تصل الهداية إلينا لكن ليس الأمر كما قالوا ليست قلوبهم في غلاف بل لعنهم الله وأبعدهم عن الخير وعن قبول الحق والهداية لماذا لعنهم الله وأبعدهم بسبب كفرهم فإنهم لما كفروا ولم يمتثلوا أوامر الله أبعدهم الله عن الخير هذا مثل الإنسان الذي لا يسمع أوامر مولاه فالمولاه شأنه يسوي يتركه وما يعتني به أو مثل الأب الذي يعطي مالا لولده ليتاجر فهذا الولد يتلف الأموال في المحرمات فالأب يطرده من قربه فبسوء فعله طرد من صاحة الأب فقليلا ما يؤمنون هذه مبالغة في القلة أي لا يؤمنهم إلا القليل لماذا؟ لما ران على قلوبهم وأظلمت نفوسهم بالكفر فهم سبب الطرد من هذه الرحمة الإلهية وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين